إذن تكلمنا اليوم على الحوار والتواصل البناء لبناء علاقة جيدة مع الوليدات رفقة ضيفنا إيمان عباسي وهي مدربة في تنمية ذاتية إذن إيمان أبرز النصائح أو الخلاصات اللي ممكن اليوم تقسموها مع المستمعات والمستمعين دينا في زين ترابي بخصوص موضوع الحوار والتواصل البناء الأكيد أن كل أسر المغربية كتطمح أن تكون علاقة جيدة مع الوليدات وباش كل علاقة جيدة مع الوليدات فضروري كينوح تقنيات مجموعة هذه التقنيات اللي غن حاولو نتقسموها معاكم اليوم بزين ترابي بخصوص ضيفنا إيمان العباسي أهم هذه النقطة أو تقنيات اللي ممكن اليوم نعتمدها لبناء علاقة جيدة أول تمام للفوزية الحوار هو أساس التربية الصحيحة والحديثة أهم التقنيات أولا اللي كان نركز عليها هو لغات العيون لغات العيون كتغنينا على بزيف ديال في مواقف أخرى منك نكونوا مع ناس اللي احنا ككونوا في مع ناس اللي أجنبين على الأسرة ولا كنكونوا في بلايس اللي احنا ما دناش يعني ماشي نطق ماشي في منطقة الحدينا كيغنينا على بزيف الكلمة يعني لغات العيون وكلمة السر مع الطفل ثانيا اللغة لتذكير كلمة تصير كنا اختروا كلمة مع الوليدات كنا نتكلموا نعم كي عرفهم اني كي يكون مثلا اما في غضب اما كي يفضشي الفات اللي مشي في هذا يعني باشي عرف انه هورا واحد الايطار ديال التعامل اللي احنا محددين وليه مني كنكونوا في الخارج يعني ما شفت درواخد حريته مني كنكونوا في الخارج او مع الناس اجنبيين غي باشي كنقول هالي باش كيعرف راسورها حيث هو بقي صغير يعني تعدى واحد الحدود اللي احنا راسمينها انا ويا يعني قلصنا ورسمناها ثالثا كما قلت لك ثانيا نخدمو نستخدمو لغة واضحة بدون ابهام تفضرها بقي صغير ما كيف فهمش المعنى وما كيف فهمش يعني للدرجة الثانية او تاريس افريكا يعني لغة واضحة بدون ابهام ثالثا نستخدم معه كلمات الامتنان يعني والشكر مثلا انا سعيدة جدا في التحور معها نقول شوف انا مثلا انا يسعدني انني يعني انا فرحانة انك انتكت عاولي هاتشي سعيدة انك والديك تجي كدير ليا ديك تقول لي هات الحاجة ممتنة لك يعني نديره معاه عبارة الشكن والامتنان تكون النبرة ما امكن يعني ما امكن نحاوله تكون نبرة هادئة ديال التواصل نعلموه في الحوار تكون عبارة لبقى يعني من فضلك هادا حتيب في الحوار معاه نحاوله ما امكن نتفاده اننا يقول الحوار انا كنكون عندي في حالة مزاجية سيئة يعني نكون في حالة مزاجية سيئة يعني اذا كان الوالدين مقلقين او را عندهم شي ضرف طريق او اعني شي ضغط ولا هذا يبقى خيجي التفليجي يعني عندي مثلا حسنا يكون صغير مثلا الكبير را غيكون غدي شوفك غدي يفهم دريري بقي صغير يعني بقي محتاج انه يجي عندك او يجي سوولك على شي حاجة ما امكن انني نشرح ليه طفلك يبغي انه را كيفهمه نبغي انا نقول ليه انا في حالة مرة اخرى عدا من بعد التجنب الملال طفل صغير ما خستاش نديره معا حوار طاويل عارض على شي موضوع راها نحاول ما امكن نكون كلمات محددة جمل مفيدة ومجازة باش ما نتفادش الملال ويلا كان ولا بودة الموضوع مطول مش يدري مني بدي تشتت انتباه نبدا نغوث عليه ولا نبدا ننهره ولا خصني ما امكن نتفاد من الصراخ نتفاد السخرية والاستهزاء به اه تفادي المقارنة في الحوار يعني بعض الاباء كيستخدموا المقارنة كآداة لبتحفيز ما امكن انني نتفاد هداك المقارنة بالاخر ولو الاخوة مع بعضهم كانت تفادوا المقارنة بصفة نهائية تماما تفاد المقارنة تفاد يعني قدما كان التفل من كيكون صغير كانت تحاول ما امكن ندير السرق القصصي السرق القصصي كينمي في الحوار يعني مني كانت ترد معها القصة نتحاور معها السرق القصصي مهم مني كيكون مرحات الاستفسارات مشي يعني حس كين كالطفل كيكون كيسول شي اسئلة يعني كونية ولا اسئلة يعني اي سؤال كما قلنا نحيله على اما اللي كان عندنا موسوعة او موعجام او هذا نصفته انه يقلب عليها نتعلم انه الاب او الام مشي كيعرفو يعني الانسان الكبير ما كيعرفش كل شي كينش يحواج نتعلم انا ما كنقولي انا ما عرفتو مش ولكن نعطيه مش يقولي صافي ما عرفش تافي يعني ما عرفتش ولكن نعطيه الحل نعطيه البديل باش يمشي يقلب عليه الحوار خاصو يكون يعني تلقائي يعني نديرو مثلا في جلسات الطعام او في نهاية الاسبوع او يعني يكون واحد دايما يعني ما كنش واحد القلصة لمهيئ لها يعني كنستعدو لها مهيئ لنستعدو لها لكن شي موضوع معين اما الحوار حيث خاصني نعلمو انه يكون حيث قدمه علمته انه يكون الحوار تلقائي فغديلتجأ لي يعني دايما غديلتجأ لي لانه شنو الاهمية ديال الحوار والتواصل يعني انا كنتواصل مع الطفل ديالي بطرق اخرى التواصل مباشر ولكن الحوار ففي يعني منه كيتعلم كيتعلم يعني كيتعلم بزف الحواج كيتكبر لي الفضول والمعرفة كنتدير لي ملكة الاستماع وكيتعلم النمي للإبداع والفكر النقدي فعني حيث الحوار كيكون حوار يعني متبادل بناء وفعال بيني وبينه مشي ديالت مشي التواصل في اطر الحاجيات اليومية او تلبيات حاجياته اليومية قدما كان تلقائي قدما كان الطفل كيتعلم انه يعبر على رأسه مني الطفل كيتعلم انه يعبر على رأسه ما كي يعني حتى ملكة تواجهه مشكلة كيكون سهل عليه انه يلتج اليك ويقولها ليك يعني حتى دبا بزفت الاباء عندهم عندهم صعوبة فانه معرفوا المشاكل اللي كيعانيه منه يعني كيتطر انه يطلب موعد مع الاستاد او مع المؤطار او لما عدا باش كيعرفش دون المشكلات اللي كتواجه الطفل كي حي لكن باب الحوار مفتوح مع الوليدات وحوار جيد بطبيعة الحال ما كيوجدوش اي صعوبة تماما وكي اعطينا الطفل ساليم ما كي وقعش في بارات الادمان او في بارات يعني بزاف دين سلوكات سيئة كي بقى دائما قريب الاسرة دي لوفق محتاجاتي لها نعم تماما شكرا لك ايمان دان ايمان عباسي كان ذكر مدربة بتنمية ذاتي وكانت هدي مجموعة دي النصائح حول كيفاش نقوي والعلاقة دينا مع ولداتنا خاصة الحوار الحوار واتواصل البناء اشتركوا في القناة